ايا ترى اعتقل رقبتي في رمضان يعني هل انا من العتقاء المقبولين ان يتساءل كل مننا ارجو ان تهتم بهذا انها ليست قضية تعدي وخلاص لا لقضية مصيرية رمضان وصمت الثلاثين يوم ان شاء الله نها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان يقول الرجل صمت رمضان كله او قمت رمضان كله قال راوي الحديث لا ادري اكاريها التزكية ام لابد من خلل الشاهد هنا بس انت صمت الثلاثين يوم وربنا قال لنا لعلكم تتقون هل حصلت التقوى انت قمت الثلاثين ليلة ومن قام رمضان ايمانا واحدسابا غفر له ما تقدم من زنبه هل حسيت بالنظافة ان غفرت زنوبك وبقيت انسان نضيف محترم ما عليكش شوائب انت عشت في رمضان سمات القرآن كان الرجل سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم او احد الصحابة يقرأ عليه خمس ايات يسلم قرئ عليك القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة قرئ عليك القرآن ماذا فعل القرآن في قلبك ايها الاخوة انها وقفة مهمة وخطيرة وقفة مهمة وخطيرة عشان اتساءل وانا فيا فايدا يعني ممكن ابقى انسان تقي ممكن تعتق رقبتي من نار ما دخلش من نار وابقى انسان من اهل الجنة ماشي على الارض دي انا وقفة عشان اتساءل انا راي على فين اخرتي ايه وبعدين معايا لابد من هذه الوقف لابد من هذا الاحساس وهذا الشعور بالمسئولية تجاه النفس يا ايها الذين امنوا قال الله قال الله الملك جل جلاله يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا قو انفسكم انجي نفسك من النار قل انما انزركم بالوحي ولا يسمعوا الصم الدعاء ماذا فعل رمضان في قلبك هذه وقفة نحتاجها اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المعتوقين اللهم اجعلنا من من غفرت لهم زنبهم كله وإلا اللهم اجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين احتاج وقفة وتتساءل وما فيش داعي للاحباط ولا لليأس طالما ان انت عايش وفيك نفس رجاءك في الله انك تصلح امامك فرصة فرصة الان امامك